في الحقيقة صناعة الترفيه مرتبطة بحاجات كتير جدا مش شرط ارتباطها يكون بالفن والغناء بس ارتباط الصناعة دي يمكن متشعب وخيوطه ممتدة لأشياء كتير ده اللي عمله تحديدا مهرجان العالمين في دورته التانية اللي قدر من خلالها يقدم لنا فعاليات وعروض استثنائية من الدرجة الأولى يعني مثلا شفنا انطلاق فعاليات أكبر مهرجان للأكل والطبخ في مصر تحت اسم بايتس باي ذا سي ده ضمن فعاليات مهرجان العالمين واللي تابعناه امبارح يمكن على شاشات التلفزيون كلنا الجميل بقى في المهرجان ان كان فيه مفاجآت كتير قوي مسابقات بتنظمها قناة صفرة بالتعاون مع كايرو بايتس ومسابقات ايضا بتقدم هدايا مميزة للجمهور كمان المطابخ اللي تنافس فيها الشفات المختلفين في خلال المهرجان مطابق حوض البحر المتوسط او دول حوض البحر المتوسط واشهل أكلات اللي بتشتهر بيها واللي استمتع بيها جمهور المهرجان على مدار الساعات اللي اقيم فيها مهرجان الطبخ والأكل يمكن خلال مهرجان الأكل ده اتعرضت عدد كبير من الأطباء المميزة والمشهورة فعدد كبير من الدول المطلة على حوض البحر المتوسط يعني زي الأكلات الأسبانية المغربية التركية اليونانية الإيطالية وكلنا عارفين أن حوض البحر المتوسط تحديدا بيشتهر بشجر الزيتون يمكن ده القسم المشترك ليه فحتلاقي كل الأكلات دي متأثرة يعني ذهابا وإيابا بهذا الأمر الأكلات المتوسطية صاحبها أيضا تقديم أكلات مصرية على إيد شفات قناة صفرة زي الشيف شيربيني اللي تقلق في عدد كبير من الأكلات وزي الشيف نجلاء الشرشابي وعدد كبير من أشهر الشفات في مصر اللي أضافوا حالة كبيرة من البهجة وقدموا لنا فعالية ترفيهية متميزة فيها الأكل وفيها الغنى وفيها الانبساط وفيها الترفيه وفيها كل ألوان البهجة كمان يا مصطفى مهرجان اللي تبخي في مدينة العالمين خلق حالة كده ترفيهية جديدة والترجم لاهتمام كبير من الصحف والمواقع الإخبارية اللي أشادت بالفعليات والمصابقات المختلفة اللي كانت في المهرجان من خلال الأكلات الشهية سواء المصرية على رأس القائمة أو الأكلات اللي بتخص دول حوض البحر المتوسط